النهاردة بالمناسبة الاهل يعني مرسل كولر عاد الى الكاهرة بعد نهاية فترة اجاستو مرسل كولر قعد مع العبين كلم معاهم بشكل واضح جدا قال لهم انتوا عملتوا اداء رائع جدا عملتوا شغل رائع جدا في البطوعة الافراقية بس دي صفحة وتقفلت احنا عندنا اللي جاي هو الدوري الممتاز وحسم الدوري الممتاز لو افتكرتوا ان احنا خلاص المشوار انتهى مشوار الموسم ده انتهى تبقوا غلطانين لسه عندنا الدوري عايزين نحسمه الاهل بيخسر الدوري اخر موسمين ولازم نكسب الموسم ده الدوري وحتى لو نظرين من وباية نظرنا يعني انه الدوري ده انا اللي بقول يعني مش هو بقى انه الدوري تقريبا خلص للنادي الاهل هو بالنسبة له ومخلص الرسمي وبالتالي الاهل المفروض يكسب المباريات اللي جاية عنده عشان يضمن رسميا الفوز بالدوري وانه النهاردة كان كمان فيه علي معلول بعد ما وصل الى الكاهرة وباية الدوليين هيشاركو فيه ماران بكرة الاتنين اللي جاية كان بيلاق مع مباراة مع ماليو بيرستاو كان بيلاق مع جنوب افريقيا مباراة كانت مباراة مباراة لعب مع جنوب افريقيا قدام المغرب مباراة كانت رائعة جدا من بيرستاو وكان افضل اللاعبين في هذه المواجهة هو النهاردة تصريحات فيها انه مبسوط وسعيد جدا انه هو ماشي بشكل مميز جدا مع فريقه او مع منتخب جنوب افريقيا فريق النادي الاهلي ونرجع مرة أخرى للحالة البدنية الجيدة